اشتركوا في القناة 3.2 النسخة الاخيرة طبعا نقوم بتحميل البرنامج والتفعيل هذا هو البرنامج هذا هو التفعيل طبعا الرابط اسفل الفيديو نقوم بضغط عربة الرابط او نسخة سيأخذنا الى صفحة اعلانات ننتظر 5 ثواني ومن ثم نضغط على تخطي الاعلانات سيأخذنا الى موقع الميديا باير سيأخذنا الى موقع الميديا باير سيأخذنا الى التحميل يضغط على هذه الليقون الخضراء وسيتم معه التحميل كذلك نقوم بتحميل التفعيل وهو ملف صغير جدا رابط اسفل الفيديو انتظر 5 ثواني ثم نضغط على تخطي الاعلانات او سيأخذنا الى موقع الميديا باير مساحته تقريبا 247 باير حتى انه لم يصل الى 1 كيلو باير اي انه يتحمل في اقل من ثانية واحدة وايضا البرنامج مساحته 13.7 ميجا باير ايضا مساحة صغيرة عندما يتم التحميل سيأتي لنا على شكل ملف مضوط هذا هو التفعيل وهذا هو البرنامج نقوم بفك الضغط عن البرنامج extra tier تستأتي لنا هذه الليقونة نقوم بالضغط عليها مرتين نتم التنصيب كما تشاهدون هذه هي واجهة تثبيت البرنامج نزيل علامة الصح من هنا او من اراد تثبيت هذه البرنامج يترك علامة الصح انا لا اريد فقلت بازالتها ثم نضغط capt and install طبعا هذا البرنامج مطابق ل windows xp و vista و 7 و 8 و 10 قريبا لكل windows نتظر حتى يتم التثبيت عندما يتم التثبيت ستظهر يكون التثبيت يكونة البرنامج على سطح المكتب كما تشاهدون هذه هي يكونة البرنامج على سطح المكتب نقوم بالخروج من هذه النافذة ومن ثم نضغط على run driver booster كما تشاهدون اقوم بغلب هذه النافذة اقوم بحث مجلب تثبيت لكي لا تختلط علينا الامور كما تشاهدون اقوم بالدخول اقوم الى البرنامج لأجل التفعيل تم الان معنا تثبيت البرنامج كما تشاهدون هذه هي واجهة البرنامج يقول لنا بحث التعريف قديم للغاية نقوم الان بالبحص ومن بحث بيقونة تثبيت لكي لا تختلط علينا الامور طبعا يجب انتصل بالانترنت ملاحظة مهمة يجب الاتصال بالانترنت اثناء التثبيت وايضا اثناء تشغيل البرنامج نقوم الان بالفحص نتركه الى انتهي من حالة الفحص كما تشاهدون لقد انتهى اقول لنا حالة التعريفات قديمة للغاية كما تشاهدون امتبهوا معي النسخة فري اي مجانية وسنتنتهي قريبا وسيجب علينا شراءها لذلك سنقوم بتفعيل البرنامج طبعا اقوم اولا بغلق البرنامج من هنا ونذهب الى ملف التفعيل او السريال نقوم فك الضغط عنه سينتج لنا هذا الميلد نقوم بالدخول اليه سيعطينا هذا المسار نقوم بنسخ المسار الاول نسخ بعد ذلك نذهب الى قائمة ابدا نضغط الكمين ثم نذهب الى تشغيل ونقوم بلسق هذا الامر ثم نضغط ممافق سيأخذنا الى هذا الملف نقوم بنسخ ملف الهوست او الملف الهوستيس ونقوم بلسقه سطح المثل ومن ثم نقوم بفتحه باستخدام المفكرة مفكرة موافق كما تشاهدون طبعا انا قمت بهذه العملية من قبل طبعا الذي قام بتثبيت برنامج Advanced System Car لا يحتاج الى هذه الخطوة لا يحتاج بالفيام لهذه الخطوة التي قمت بها قبل قليل فقط كل ما عليه هو ادخال السريال اما الذي لم يقم بتثبيت برنامج Advanced System Car ولم يفعله فسيحتاج الى هذه الخطوة طبعا نقوم بنسخ هذا الكود نقوم بنسخه الذي لم يقم بتثبيت برنامج Advanced System Car يقوم بهذه الخطوة ونذهب إلى ملف الهوستس الذي قمنا بفتحه باستخدام المفكرة ونقوم بلسقه في اخر شيء تحت اخر شيء طبعا أنا قمت بهذه الخطوة كما تشاهدون هذا هو هذا هو الكود فأعنيني قمت بتثبيت Advanced System Car فلا أحتاج لهذه الخطوة بعد ذلك نقوم بقص هذا المجلل الذي يقوم بتعديل عليه ونقوم برقاعه لا مكان كما تشاهدون لسق ثم نقوم استبدال متابعة 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 كما تشاهدون هذه الخطوة تمت بنجاح ونقوم بأولاق هذه النافذة طبعا كما سبقت ذكرا الذي قام بتثبيت برنامج وتابعة تثبيت وقام بتفعيله فلا يحتاج لهذه الخطوة كل ما عليه والدخول إلى البرنامج فقط ثم يذهب إلى أدخل الترخيص طبعا هذه الخطوة الثانية وندخل الكود هذا هو الكود أو سريال نقوم بنسخه ونقوم بالذهب إلى دخل الترخيص ومن ثم ننصقه ثم أضغط التنشيط كما تشاهدون لقد تم التنشيط في نياح حسنا أصبحت النسخة برو أي مفاعلة نقوم الآن بعمل التحديث هذه هي نهاية حلقتنا أتمنى أن يكون شرح قد أعجبكم لا تنسوا أن تشتركوا بالقناة وتضغطوا لايك ليصلكم في الجديد وأتمنى أن تضعوا تعليقاتكم لأنها تفجعنا وتساعدنا على التقدم وأتمنى أن يكون شرح قد أعجبكم كان معكم الغافري للاحترام